السلام عليكم واتحياتي لكم جهاز ثوري يطيح بعرش الهاتف المحمول ما هذا الجهاز والجهاز قد الحجم ده بالزبط كده وبيتحط على البيتحط في الملابس بمغناطيس نفس الحجم ونفس الشكل لنفس الحجم ده ونفس الشكل ده هو ده نفس الشكل ونفس الحجم اه بيعمل ازاي واشتغل ازاي انت هتمسك الهاتف بتاعك كده وترميه مش هتعوزه خالص وهتشتغل بالهاتف ده او الجهاز ده اسمه هنعرف اسمه وتمنه وهتبقى فين وازاي ده مش اعلانه على حاجة ده اه احنا بنتكلم فيه منتجات جديدة اه جهاز ثوري يطيح بالهاتف المحمول اه تعدى اهم ميزة هذا الجهاز المبتكر في وجود اه عرض ليزر الجهاز بيعرض بالليزر على على اه على ايدك كده يعرض اللي انت عايده ولما بتضم ايدك كده الجهاز بيعفر يرجع لوضع اه اه يعني الصفحة الرئيسية هنعرف كل حاجة دلوقتي عن هذا الجهاز واسمه وتعدى اه يعني ده بيعرض على اه كفة اليد اطلقت شركة هيمان الشركة النشاة في مجال الزكاة الاصطناعي بعد طول انتظار منتجها الاول الذي تسمى اه هيمان اي اي بان وهي عبارة عن جهاز صغير يمكنه تسبيت تسبيت على ملابسك هو الجهاز قد كده بالضبط ده يعني نفس الحجم ده يمكنه يتثبت على ملابسك على فكرة دمش الجهاز كماعة ده هو حجم على قد حجم الجهاز شبه صورة الجهاز وحجمه وقده بالضبط كده اه فهنا اه جهاز مصمم اه لابعادك عن شاشة هاتفك الزكي زي انه يأتي بدون شاشة تقليدية ما لوش عشان الشاشة بتتعرض على اليد واعتمد بشكل كامل تقريبا على الزكاة الاصطناعي يعني انت مجرد ما بتحرك يدك بتدينه اشارات وتدينه علامات اه اه يعني يعتمد على الزكاة الصناعة للتفاعل معك حتى باليما انت تدينه امر ببقق بيشتغل ويأمل مطوريه ان يكون بمثابة هاتف ايفون لجيل الزكاة الاصطناعي ده معمول للزكاة الاصطناعي تعتبر شركة هيمان لدى اساسها موظفون سبققون في شركة ابل وهم عمران شودي وبساني بنجور واحدة من العديد من الشركات الناشاء في وادي السيليكون اه التي تعمل على تطوير الجيل الجديد للاجهزة القابلة للارتداء التي تعتمد في عملها على الزكاة الصناعي الاستطناعي الايام اللي جاية هي ايام الزكاة الصناعي فما هو جهاز هيمان اه اي اي بيل وكيف يعمل وما هي مزاياه ومتى يمكن شراؤه اليك كل ما تريد معرفته اولا جهاز هيمان اي اي بيل اه يسبت مغناطسيا كما قلنا على الملابس كما يمكن ان نقر عليه للتحدث الى مساعد ذكي مدعوم بتقنيات من شركة اه اوبن اي 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 المطورة للبورت اه وقوة الحوسبة السحابية من شركة مايكروسوفت يعني شركة مايكروسوفت مطور لهذا الجهاز وهذا يعني انه يحتوي على مايكروفون ومكبر الصوت للتحدث اليه ولكن لا توجد كلمة معينة يجب التحدث بها اليه لتحصل على استجابة اه مثل اه سيري في ايفون اي انه بمجرد ضغط على الزر يمكن التحدث الى الجهاز وستحصل على رد اه ويعد اما زي هذا الجهاز المكبر يوجود نظام عرض ليزر يمكن عرض المعلومات على راحة الهات المستخدم بدل من الحاجة الى شاشة تقليدية مثل التي تكون موجودة في الحاسب الزكري وبفضل الكاميرا يلتقد الجهاز حركات اليد للتفاعل مع قوائم المحتوى يعني بايديك كده يتحرك الجهاز شايفين ده على فكرة جماعة ده مش ارنفلفل ده الم المهوه الم بيكتب فعلا الدنيا بتتطول وحاجات جديدة وانعرفكم على كل شي جديد ومع الاخبار الاخبار سخنة اه وينجبلكم الاخبار الجديدة ويعد ميزة هذا الجهاز المبتكر هو وجود نظام عرض ليزر يمكنه اه عرض المعلومات على راحة اليد زي ما قلنا كده ويلتقط الجهاز حركات اليد للتفاعل مع قوائم المحتوى التي يعرضها مثل رد على النصوص او تغيير الاغنية ويمكن ان يؤدي اه في اتجاهات مختلفة الى بداية الخيارات القائمة كما يؤدي الاغلاق راحة اليد الى عادة الجهاز الى وضع الصفحة الرئيسية اه ثانيا تصميم جهاز بيقول جهاز بتصميم صغير الحجم فهو عبارة عن صندوق صغير اوه نفس الحجم ده صندوق صغير اه من الالمونيوم والزجاج يضم كاميرا ومكبر الصوت ومجموعة من المستشعرات وبطارية وبطارية والجزء الخلفي عبارة عن مغناطيس يعني هو بيتحطي كده وفيه مغناطيس من الناحية التانية بيمسكه كده يثبت على الملابس يثبت على الملابس بهذه الطريقة ممكن يثبت كده على الملابس اه يعمل الجهاز بمعالج اه سوماني النواء ويضم هذا المعالج محركا مخصصا لتشغيل تقنيات الزكاة الاصطناعي ولم تكشف الشركة حتى الان عن تفاصيل المعالج ويأتي الجهاز في ذاكرة وصول عشوائية اللي هي برام بسعة اربعة جيجا بايت ومساحة داخلية للتخزين قدرها اتنين وتلاتين جيجا بايت يعني المومر بتاعه بشير اتنين وتلاتين جيجا بايت كما يضم الجهاز كاميرا فريقة الاتساع بدقة تلاتاشر ميجا بيسكل اه مع مجال رؤية مية وعشرين درجة ومستشعر سلاسي الابعاد للعمق وتشمل المستشعرات الاخرى على مستشعر الاضاءة المحيطة ومستشعرات الحلقة ونظام تحديد الموقع العالمي جي بي اس كما اه يسمح الجهاز برؤية العالم كما ترى يعني حاجة متطورة جدا فيما يتعلق بالاتصال فيدعم الجهاز للاتصال عبر شركة شبكة الواي فاي اه فايف وبلوتوس اه والاتصال بشبكات الهواتف المحمولة وذلك عبر شريحة اه سميس ويحتوي جهاز هيمان اي اي بيل بان على بطارية داخلية لم تعلن شركة ساعتها حتى الان ولكن الجهاز يأتي مع علبة شحن تشبه تلك التي مع سماعات اللاسلكية يعني بيجي شبه السماعة اللاسلكية على فكرة لسه ما حدش اشترك جهاز الجهاز يتعرض يوم ستاشر اه نوفمبر الجاري يعني بعد كم يوم كده اه والجهاز من شركة ابل ومن جوجل يعني تتيح لك اه حفظ الجهاز في حالة عدم استخدامه وشحنه يعني انت بتحجز الجهاز هنشوف دلوقتي تفاصيل شراء الجهاز يعمل جهاز اه 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 اي اي بيل بنظام تشغيل يسمى كوزوموس وهو نظام تشغيل طولته شركة هيمان لعصر الزكاة الاصطناعي حيث يمزج بين التقنيات الزكية والتفاعل البديهي والامان المتقدم اذ يلغي الحاجة الى تنزيل التطبيقات او ادارتها او تشغيلها وبدل من ذلك فهو يفهم سرعة ما تحتاجه ويوصلك بخدمة الزكاة الاصطناعي المناسبة المستندة الى الانترنت فورا اه لم تقدم اه اي تفاصيل عن كوزوموس حتى الان ولكنها اكتفت بالاشارة الى انه يعتمد بشكل كبير على الزكاة الاصطناعي لانجاز المهمة المطلوبة اذ يمكنه تلقي طلبات وتوجيه المستخدم الى اه خدمة الزكاة الاصطناعي بالمناسبة المستندة الى الانترنت فورا اه ويمكن تلقي الطلبات وتوجيه المستخدم الى الزكاة الاصطناعي اه سواء كانت من شركة جوجل او مايكروسوفت او غيرها على الرغم من عدم موجود تطبيقات كما نعرفها على الهواتف الزكية كما تساعد الكاميرا الموجودة في الجهاز على تحديد الاشياء المحيطة بك واذا كنت وبحاجة الى رؤية معلومات مثل الوقت او الرسالة فهناك اه جهاز عرض الليزر المدمج الذي اه واجهه مستخدم بدقة سبعمية وعشرين بكسل على راحة اليد يعني بيعرض عصائل راحة اليد ازاي ما احنا شايفين في الصورة ويمكن التنقل اه عبر هذا الواجهة باستخدام اماءات مختلفة مثل اه امالة اليد وتدويرها والاختيارات المختلفة وقفل اليد بترجع للصفحة الرئيسية بينما يمكن استخدام اماءة اليد للضغط بالسبابة والابهام معا للنقل على شيء تريده يعني بيشتخدم لغة الاشارة الى جانب هذا الشاشة هناك نوعان من اضواء المؤشر يخبرك ضوء اه اه الموجود على الاطار بوجود مكالمة يعني كل حاجة لها ضوء معين يخبرك بموجود مكالمة مكالمة واردة او رسالة او اشعارات اخرى وفي حين يخبرك ضوء مصباح اه ال اي دي اه تطلق عليها اسم اه اسم الشركة اه موجود اعلى الوجهة الامامية للجهاز اذا كان المكروفون او الكاميرا ناشطين فهو اجراء تسعى من خلاله الشركة الى تعزيز فكرة الخصصية هنقول لكم على ثمنه واين يباع في نهاية المواصفات والتخلص من عدم ارتياح المستخدمين لفكرة التسجيل في الاماكن العامة اه متى بدأت شركة هيمان اه امضى عمران شودي عشرين عاما في شركة ابل وقام بتصميم الشاشة الرئيسية لهاتف ايفون في حين كانت بيساني بونجولو رائدة في تطوير البرمجيات للمنتجات ومنها ايفون وايباد وماك وكانت جزءا من فريق ايباد المؤسس وقد ترك شوديو بنجولي شركة ابل خلال عام الفين وستاشر واسسها شركة هيمان في عام الفين وسبعتاشر وحطاها بالسرية التامة حتى لم تتسرب من منتجتها وجهودها البحثية اي معلومات طوال ست سنوات حتى ابريل الماضي حين قدم شودي عرض خلال احدى فعليات اه استعراض خلاله الامكانية الفائقة للجهاز الذي وصفه بانه حاسوب خفي يمكن الاجابة على دون وجود شاشة مادية طيب خامسا اخر حاجة المهمة اه ما هو سعر الجهاز ومتى اه يمكن شراؤه اعلانت الشركة انها ستبدأ باستقبال طلبات شراء جهاز من يوم ستاشر نوفمبر الجالي وستكون اه ستكون تكريفة الجهاز قد رأي ستمية تسعة وتسعين دولار مع اشتراك شهري بقيمة اربعة وعشرين دولار يأتي مع بيانات ومكالمات هاتفية غير المحدودة اه وفقا لشركة ستبدأ الشركة بتسليم الجهاز المستخدمين في اوائل عام الفين اربعة وعشرين يعني مكالمات هاتفية غير محدودة الجهاز ده يعتبر كمان تليفون اه بيشتغل على السراية يشتغل على الامر الصناعي ما لوش دعوا باشتراكات والحاجات دي اشتراكوا اربعة وعشرين دولار فقط اه طوال الشهر تقريبا اشتراك شهري اه اربعة وعشرين دولار اه اه كل يوم ممكن يجبلكم ما يحدث في عالم التقنيهات والتكنولوجيا عشان تبقوا اه يعني اه يعني اه اه اي واحد عنده فضول حاجة معينة اه يقدر يشوف اه يعني متع فضولك بتكنولوجيا جديدة واراكم في فيديو اخر هذا هو حجم الجهاز وشكل الجهاز وبيعرض بالليزر كده على راحة اليد تحياتي لكم واشتركوا في القناة انا اسمكم كل جديد محدثكم زريف الاديب تحياتي